هذا وكان القيادي في حماس أسما حمدان قال إن إدارة شؤون الفلسطينيين شأن داخلي يتم بالتوافق مشيرا إلى أن أجواء اللقاء مع حركة فتح كانت إيجابية شؤون شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة أو الشتات هو شأن فلسطيني خالص يتم بالتوافق الوطني وجرى في هذا اللقاء نقاش العديد من الأفكار من ضمنها تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني وقد كانت أجواء اللقاءات إيجابية وصريحة وضف حمدان أن الحركة ستتعامل مع أي مقترحة لوقف النار في غزة تلبي مطالبها بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين تدد التأكيد على موقفها في التعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين وإغاثة أهلنا وكسر الحصار وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة تبادل حقيقية تؤكد الحركة كذلك أن مفتاح التوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب ويوقف العدوان على شعبنا ويحقق صفقة تبادل للأسرى هو العودة لاتفاق الثاني من يوليو الماضي وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 أعرب وزير الخارجي أنتوني بلينكين في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عن أسفه لرفض حماس هدنة مؤقتة في قطاع غزة وأكد بلينكين أهمية أنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق صراح جميع الأسرى وزيادة واستدامة توصيل المساعدة الإنسانية كما نقش الوزيران أهمية إرساء مسار لفترة ما بعد الحرب يوفر الحكم والأمنة وإعادة الأعمار في القطع قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن حركة حماس ترفض التراجع عن مطلبها الرئيسي بانسحاب دائم للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المفاوضين الإسرائيليين حذروا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من أنه ما لم يظهر بعض المرونة في المفاوضات فإنه من الصعب التوصل إلى اتفاق وكانت دول الوساطة قد طرحت اقتراح أن يبدأ بوقف مبدئي لإطلاق النار لـ 48 ساعة تطلق فيها حماس سراحة أربعة رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق إسرائيل سراح 100 إسرائيل 100 أسير أمني فلسطيني يمهد الطريق لمحادثات وقف إطلاق النار طويل الأمد لكن حماس أوضحت بأنها لن توافق إلا في حال وجود ضمانات لإتفاق طويل الأمد وتحقيق شرط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وهو ما ترفضه إسرائيل ورغم ذلك ذكرت صحيفة تايمز أوف إزرايل نقلا عن ديبلوماسي مطلع أن المناقشات لا تزال جارية عبر الوسطة من أجل التوصل إلى اتفاق كما أكد جميع الخيارات مطروحة على الطويلة لمحاولات التوصل إلى اتفاق وأن الجانبان يترقبان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحديد كيفية الرد ترجمة نانسي قنقر